صباح الخير واليوم 30 مايو 2021 وتوقعاتنا الفلكية لهذا نهار وبداية مع مولود برج الحمل عزيزي مولود برج الحمل الفلك عم يتحدث عن إجراءات مهنية جديدة بتعتمد على مداخيل يومية وأسرارك على تثبيت أقدامك داخل محيطك المهنية ما رح تتراجع عنه وأما عاطفيا قد تضطر للدفاع عن مواقفك قدام الشريك ولكن انتبه ما يتحول كلامك معه لدراما مفتعلة لرمي كل التأثير عليه مولود برج التور تبدو مهتن بمواضيع مهنية مع أكتر من طرف بوقت واحد ومن الضروري التركيز على الأكتر جهوزية فيهم بهدف تحسين وضعك المالي بشكل سريع وأما عاطفيا ما خوفك من وضعك الصحي أو المالي ممكن يبعدك عن الشريك ويخليك تنفر منه لفترة صغيرة ومن الأفضل تهدي الأجواء معه مولود برج الجوزاء الفلك عم يتحدث عن تغييرات مهنية مفاجئة ما بتشمل كل المحيطين فيك بالوقت الحالي ورح تتطرك للاحتجاج ومراجعة أحد المسؤولين فيك أحد المسؤولين بالعمل وأما عاطفيا ربما يعاطبك الشريك على موقف ما بيعنيك مباشرة ولكنه كان سبب بتفعيل الخلاف بين الطرفين مولود برج السرطان رح تتوصل لحل مرتبط ببعض المشاكل الأساسية اللي عم بتعاني منها والفلك عم يتحدث عن ظروف مريحة بانتظارك على الصعيد المهنية وأما عاطفيا عم تشعر بأنه أشي كتير عم تتغير بحياتك الخاصة رح تساعدك على تبديل قراراتك مع الشريك بشكل سريع مولود برج الأسد الفلك عم يتحدث عن بداية مرحلة مهنية مهمة رح تنقلك بالتجاهات ما كنت مخطط له بالسابق أبدا وكأنه أجت بالصدفة لعندك وأما عاطفيا مشاكلك المستمرة مع الشريك رح تحدد لك مصير ما بيفيدك بشي بالإضافة لزروف مختلفة كليا عن المعتاد مولود العزراء توقع إجراءات مهنية جديدة تتناسب مع أوضاعك بالوقت الحالي بالإضافة لتطور إيجابي مرتبط بتوسيع علاقاتك الاجتماعية بشكل ملموس وأما عاطفيا عم تشتهد على كيفة الاحتمالات يلي رح تحقق لك علاقة مستقرة مع الشريك بدون الاتكال على أي حدا مولود الميزان تبدو غير قادر على توجيه حياتك المهنية مثل مبدك ولكنها مرشحة لتكون الأقرب لطموحاتك بالوقت الحالي وأما عاطفيا تبدو مسالم بطريق التعاملك مع الشريك بالرغم من التوترات اللي عم تظهر فجأة بعلاقتك معه مولود العقرب رح تتعرض لمحاولة تعزل أو استبعاد عن وظيفتك ولكنك مرشح للبقاء وبنفس الوقت عم تسعى للبحث عن البدين لتحسين ظروفك المالية وأما عاطفيا عم تكتر مشاكلك الخاصة ولربما تعكس بسلبياتها على طريق التعاملك مع الشريك وتبدو متأمل بتنفيذه لبعض الوعودات المرتبطة بعلاقتكم سوا مولود القوس الفلك عم يتحدث عن مشكلة فجائية بينك وبين محيطك المهني لا تخلو من بعض الغموض والتشويش المدبر من أحد الأشخاص المقربين منك مهنيا وأما عاطفيا عم تشعر بالحنين للشريك بالرغم من سلبية المواقف يلي بيناتكم ومن الضروري ترميم الأجواء إذا كنت تناول الاستمرار بعلاقتك معه مولود الجدي عم تسعى لتجديد حياتك المهنية حتى لو تأخرت النتيجة يلي كنت عم تخطط له وبنفس الوقت تبدو حريص على حل حل التأي مشكلة أو خلاف ممكن يحصل مع الزملة في العمل وأما عاطفيا عم تتوضح قدامك نوايا الشريك بصورة أفضل من بعد ما كانت نظرتك لقاله تشاؤمية بالفترة الماضية مولود الدلو عم تتراكم المسئوليات المهنية عليك مرة وحدة وعم تتحمل فوق طاقتك مزاجية بعد الزملة في العمل ومن جهة تانية عم تخطط لمرحلة تعتبر مكملة لنشاط سابق وأما عاطفيا عم تستوعب الظروف الصعبة يلي عم تعيش مع الشريك وتبدو النوايا صافية بين الطرفين لتحقيق استقرار سابق معه مولود دل برج الحوت عم تتحمس بشكل مبالغ على الانتقال باتجاه وظيفة جديدة أو مشروع خاص ويبدو أنك أمام وعودات كتيرة معظمة غير جاهز وأما عاطفيا عم تجتهد على حل العقد يلي عم تتسبب بتوتير الأجواء بينك وبين الشريك على أبسط المواضيع الخلافية لبيناتكن هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار إن شاء الله تكونوا حبيتوها بتمنى لكم النهار كتير حلو